اشتركوا في القناة للرئيس السابق البيجي قايد سبسي بالمستشفى العسكري طبعا نترحم من هذا الموقع على الفقيدة إن لله وإن إليه راجعون نرحب بالضيوف متاعي بحثنا هنا في البلاتو والحقيقة مهم برشا في نهار كما اليوم أننا نحكيوا مع المجتمع المدني نحكيوا اليوم مع المدير التنفيذي لمرصد شاهد سيناسر الهرابي سباح النور صباح خير ومرحبا بكم وصباح خير كل شبابا وكهولا ومرأة وأشخاص ذوي الإعاقة في هذا العرس الانتخابي طبعا كيف كيف نحكيوا مع ممثلة منظمة شبكة مراقبون أمن البلناري مرحبا وصباح الخير مرحبا بكم شكرا على الاستضافة مرحبا بكم طبعا قبل كل شيء ماذا يعني هذا اليوم نحكيوا نقولوا عرس انتخابي نقولوا عرس الديمقراطية في تونس يعني نقولوا نحكيوا على محط أنظار العالمي كل من المفروض أن التونسيين والتونسة والتونس اليوم بيش تكون محط أنظار العالم والإعلام العربي والعالمي ماذا يعني لك اليوم أنك تعيش اللحظات الفارقة هذية صحيح هي لحظات فارقة في تاريخ تونس نحنا عشناها في 2011 في بداية انتقاد ديمقراطي عشنا في 2014 عشنا في 2018 لانتخابات البلدية لكن زاد الانتخابات هذية الفين و ساعتاش عندها نكهة خاصة عادنا ستة وعشر مترشة عادنا إلى حد الآن ما عدناش توقعات بشكون مش يفوز وهذه هي الديمقراطية الحقيقية أنه إلى آخر ساعة إلى آخر دقيقة ما تعرفش أشكون رئيس تونس هذي تشويقه هذي تشويق وقت لي يقترن بالديمقراطية لأنه لم نألف مثل هذا الأحساس الحقيقة من قبلنا للحظات الأخيرة للساعات الأخيرة تونس تنتخب رئيسا ما نعرفوه شكو صحيح هو هذي هي الأسس الديمقراطية وهذه بالرغم الهينية اللي ربما يحكي عليه معناها الشعب على أساس تم نقاس لكن نراه في تطور ديمقراطي باقين بشوية بشوية نحن مخذناش خطوات عاجلة لربما ننتمو عليها نحن بدينا بشوية بشوية وهذا هو الانتقال الديمقراطي من خلال القوانين معناها مواكبتها للتشريعات ومواكبتها للدستور تهيئة المناخات اللي هي باش تكون دولة ديمقراطية يحتذا بها في العالم العربي وربما في العالم كامل لأنه الديمقراطية هذية تكتسب من خلال أنه ممارسة ممارسة الشعب للسيادة عن طريق ممثلي وهذا هو اللي نشوفوه اليوم إن شاء الله بانتخاب رئيس تونس اللي هو مش يبقى خمس سنوات إن شاء الله لي وليد مدتها خمس سنوات أمنى ما درتيبات الهار اليوم بكل ما يعنيه بكل الرمزية اللي عنده بكل المعاني وتجليتها بقيم المواطنة اليوم كيفاش تنجم تعملنا الربط هذية اليوم بين المواطنة في تعريفها في أهدافها وهذا اليوم يوم الاقتراع صحيحة واليوم ثاني مرر أنا بش ننتخبه رئيس للجمهورية بطريقة حرة ونزيهة وديمقراطية وبينا جايا في الطريق قلت يخذينا قدش مرر فينا المو مشي تونسوات ما تولى عنه إحساس كينا حاجة ديمة مرسوها وحاجة تسينسنا بها الوقت كي نجير نشوفه هي ثاني مرم الفين واربعتاش والفين وتسعتاش وخاصة فما كما قال هو بتاتخ نكهة خاصة على خاطر تمت في زيادة ظروف استثنائية عفا ذاكروا بموت الرئيس الراحل سي البشقاية السرسي تم التقليص في الإجيل الضغوط سارت على الهيئة وعلى المجتمع المدني وهذا يبرهن أنه نحن قادرين زادة على أنه نعمل ونظم انتخابات في ظروف استثنائية هذين نقطة لنا النقطة الثانية بالنسبة للمواطنة هذا أكبر دليل على ممارسة المواطنة اللي نحن نحبوه في تونس معنا تكتمشي أنت تختار رئيسك ولا تختار شكون يماثلك في مجلس نواب الشعب من أهم ممكن القيام اللي لازمنا نغرسوها حتى في صغارنا منتاو معنا تاكن نجم نشوفوا صور تعدني خيبيني هزو صغارهم اليوم ويوريوهم كيفاش رانا قاعدين نحن نختاروا شكون اللي مثان طيب بعد شوية بشنا نذكر سيدة المشاهدين بشنا نكونوا مع أولى ندوات الصحوفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذي عنصر مصور لحقيقة على افتتاح المركز الأعليمي للهيئة بإمضاء زميلتنا لمية بيوذ وراجعين لأنه عندما نحكيه معاكم بعض سي ناصر خاصة على دور المجتمع المدني أهمية المجتمع المدني وإمنا كانت تحكيلنا على دور المواطن في العملية الانتخابية واليوم بالحق نحبوه يكون عرس انتخابي افتتح مؤخرا المركز الإعلامي لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات الذي أشرف عليه القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر كما أكد نبيل بفون أن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية لن يتجاوز 13 أكتوبر وأنه وقع تسجيل عديد المخالفات المخالفات في الحملة الانتخابية قد بدأت بدرجة عادية أو متوسطة لكن هذه الأيام نلاحظ أنها تتحول إلى مخالفات من النوع الجسيم وأحيانا من النوع الخطير كما كان هذا اللقاء فرصة لتثمين دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد لنرصد أهم الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة لضمان تكافؤ الفرص أمام كل المترشحين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا العام تفتح 4,567 مركز اقتراع بش يكونوا موجودين فيهم أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع يتواجهوا لهم الناخبين اللي ينجموا يطلعوا على المكاتب هذية اللي بش يقترعوا فيها عبر المنظومة نجمة 195 نجمة بطاقة تعريف الدياز وبالنسبة للتونسيين في الخارج يكون فما 303 مركز اقتراع فيهم 384 مكتب اقتراع هذا الحفل كان فرصة للقاء صحفيين من مختلف أنحاء العالم في المركز الإعلامي حيث كثفت وسائل الإعلام الأجنبية من تغتيتها للشأن التونسي الحمد لله في ظل وجود الإدارة التونسية نحن لقيت ترسلات كثيرة من العليا المستقلة للانتخابات على نظام تحضير الشهرات الدخول والترتيبات الأمنية تستعد الآن كما تستعد تونس وهي الانتخابات والإعلام التونسي والإعلام العربي لتقطيع هذه الانتخابات الهامة التي تعد مرحلة من مراحل تكريس الديمقراطية سوف نقوم بزيارة المواقع الانتخابية وهذا يعني عرش ديمقراطي نحن نفخر به في الجامعات الدول العربية بما حققته تونس من إنجازات كبيرة الاهتمام الدولي بالانتخابات التونسية وحضور لجاني مراقبة من عدد كبير من الدول مما جعل المناخ الانتخابي في تونس يلفت أنظار العالم طبعا مواصلين معنا سيا ناسر معاك من نجم كان نحكيه على أهمية دور المجتمع المدني ولكن خلينا يقولوا لنا أولى الأصدق بدأت جينا ونسعد وقت اللي الناس بالحق في الساعات الأولى تمشي وتقصد مكاتب الاقتراح حتى تنتخب معنا نقطة خارجية أخرى نيبل واحد ومحمد هيدي البحري سباح النور كيفاش هي الأجواء بالنسبة للساعات الأولى والدقائق الأولى للانتخابات نعم صباح خير يا ناس سباح النور نعم نعم يا ناس بالنسبة للساعات الأولى يبدو الإقبال جيد جدا أو مرضي تحديدا من حوالي الساعة الثامنة إلا عشرين دقيقة اصطف عديد من الناس من مختلف الأعمار أمام مركز الاقتراع بمنزل تميم هذا مركز الاقتراع من بين 156 مركز اقتراع إذن كما تشاهدون حاليا الناس موجودين من الساعات الأولى بدت عملية الاقتراع بسلاسة لم نلحظ أي تشنج ربما أو أي تأثير على العملية مبدئيا جمهور الشباب أيضا نستطيع أن نقول أنه كان في الموعد العملية تسير رويدا رويدا ولا يزال الإقبال متواصلا على هذا المركز الاقتراع وربما سيكون بعد الساعات الأخرى عندما يعني بعد هذه الساعات الأولى المبكرة منها ربما يكون العدد أكثر ليتوافد المواطنون على هذا المركز وعلى مركز الاقتراعات وعلى مركز الاقتراع بمختلف المنطقة كما سمعت بلغني أيضا أن بقليبة هناك أيضا نصق حثيث ربما للمواطنين الذين يقومون بعملية الاقتراع في انتظار ما ستأتي به الساعات القادمة شكرا شكرا لك محمد هدي البحري تبعا في مواكبة حينية حبناها وفورية ونذكر مرة أخرى للتلفزة التونسية معاكم من السابعة الصباحا من نهار اليوم إلى حدود الساعة أثنية من يوم الغد أكثر من ثمانين نقطة خارجية إن شاء الله بش تكون معنا تبعا نرجع لك سي ناسر شنو أهمية اليوم المجتمع المدني ونعرفه قديش مهم أنه المواطن اليوم يخرج من داره وينتخب قديش مهم أنه يمن أنه الانتخاب حق وواجب قديش مهم أنه يعرف قديش المسئولية اليوم على كتيفه قديش عنده دور أيضا في الملاحظة في المراقبة يعني هذي الكل يعزز ويظهر للمجتمع يعزز دور المجتمع المدني صحيح هو دور المجتمع المدني دور مهم هو شريك في العملية الانتخابية من بين الأطراف المداخلة في العملية الانتخابية المجتمع المدني الآن معناها ربما في فترة أو في مرحلة من النضج أن يخليه يلاحظ العملية الانتخابية بكل نزاهة بكل شفافية بكل حيادية لأنه باقي نتعلمه نحن من 2011 إلى حد الآن أن نشوفه شن هي النقائص شن هي الأشياء اللي تخلي ثقة المواطن وثقة الناخب ووقت ليري أي شخص يحمل لك البادش هذيك متاع ملاحظة متاع المجتمع المدني أن يكون مطمئن على العملية الانتخابية مطمئن على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية باش الزادة ما ندخلوش فكل الإشكاليات أكل ولا الإشاعات ولا الأشياء اللي ربما تأثر على العملية الانتخابية إذا كان موجودين ملاحظين موجودين زادة ممثلي مترشحين اللي هما زادة يضمنوا شفافية وعملية الانتخابات معناها وشفنا نحن تقريبا مش نوصلوا 65 ألف و70 ألف بين ممثلي مترشحين بين المجتمع المدني ثم مجتمع دولي زادة معناها مجتمع مدني دولي هذين ملاحظين هذين من كلها من أجل أنه يضمنوا شفافية ونزاهة سلاسة العملية الانتخابية وزادوا وقت لتكون خروقات ولا تجاوزات باش يعملوا بلغات صحفية باش باش معناها هي المرأي العام هايشن هي الأشياء اللي هي معناها صارت خلال سير العملية أنت رجاء لتنقلوا أكثر عمليين باش إذا كان في سورة إذا كان فاما خروقات كيفاش ينجم المواطن إيبلغ رجعت لك ولكن خلينا نمشي الأمنة وإحنا نعرفوا أنه شبكة مراقبون عمر راح ديش نسني يعني خلينا نقولوا بذات مع جرعات الأولى الديمقراطية في تونس مع بداية الثورة التونسية وولا عندكم شوية تجربة في المجال هذي باعتبار وأنكم وكبتوا يظهر لكل الاستحقاقات الانتخابية سابقة هي تأسد شبكة مراقبون من 2011 وقت اللي بانسور صارت الثورة لملاحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومن وقتها انطلق مسار الشبكة زيدة بالموازنة مع مسارات الانتخابية الكل لاحظنا المسارات الانتخابية الكل 2014 و2018 بالنسبة للانتخابية البلدية و2019 أنا نحب نكونوا عمليين أكثر قلولنا حتى يطمئننا قلب التونسيين حتى يخرجوا من ديارهم بكل ضمانات اللازمة اللي نحبوها تحف بالعملية الانتخابية ولكن خلينا من خلال الربرتاج هذي نعطيه ونبعث أولى التطمينات هاو كيفاش استعد المجتمع المدني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوينها 2019 ربرتاج تهزنالي زميلتي ثورية المجبري أنا يقذ مراقبون من بين عديد المنظمات الناشطة في المجتمع المدني في تونس اللي تحرص منذ انتخابات 2011 على متابعة ورصد ومراقبة العملية الانتخابية سنة 2011 كانت عملية الملاحظة متاعنا اقتصرت على يوم الاقتراع لكن في مبنيت سنة 2011 و2014 والاستحقاقات الانتخابية اللي جيت بعدها حاولنا نطوروا في العمل متاعنا باش نغطيوا أكثر عدد ممكن من المراحل المسار الانتخابي كل منظمة تختص في مجال أو في فترة زمنية محدة من المسار الانتخابي كما احنا في مراقبون نخدم على يوم الاقتراع نخدم على مراقبة الحملات على منصة التواصل الاجتماعي نعمل شوية مراقبة الحملة الانتخابية ثم زملائنا في المجتمع المدني اللي لاحظوا الإعلام السمع البصري اللي لاحظوا يعني تمويل الحملات الانتخابية يعني نختص وهذا أهم حاجة أنه المجتمع المدني سنة والأخرى أنه بقي يختص وبقي يكون عمل متاعه أكثر حيرفية نشاط هام تقوم به منظمات المجتمع المدني في دعم دور الدولة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية لذلك وضع خطة عمل من قبل هذه الهيكل اتطور من موعد إلى آخر وقبر رئاسيات 2017 كانت التحذيرات والاستعدادات خاصة التنايقظ عندها برنامج فيه أربع مشاريع فيه علاقة بملاحظة الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 كنا بدينا هالمشاريع هذه بداية من شهر أوت العمل اللي نقعدين وقوموا به كمنظمة تنايقظ ومع أواق كأتلاف شركاء فيه جزء من توعية الناخب كونه أنه نحاول أنه نخليه الشباب والمواطنين الناخبين بصفة عامة يلاحظوا عملية الاقتراع ونحن نحكيها حتى على منظمة تنايقظ بركة تقريبا فما أكثر من أربع آلاف أو خمس آلاف ملاحظة بشيكونوا ديبلوية من جميع الجمعيات في تونس هذا فيه جانب من التوعية للمواطنين والناخبين نفس التقنيات للجدولة الموازية للأصوات يعني ناخذ عينة إحصائية علمية على مكاتب الاقتراع منتشرة على 27 دائرة انتخابية متواجدين أحنا في ألف واحد مكتب اقتراع وبثلاث آلاف ملاحظة على كامل دوائر الانتخابية أيضا نلاحظوا الانتخابات في الخارج عن 159 ملاحظة على 15 دولة متواجدين اليوم ما بقين يلاحظوا بقين يبعثوا في إرسالياتهم ملاحظاتهم على مصار يوم الاقتراع في مراقبون اليوم نشوفوا اللي ورانا اللي هذه عملية محكاة لتدريب ملاحظينا على يوم الاقتراع بشي نشوفوا الجهوزية متاع الملاحظين على أرض الميدان جهوزيتنا احنا كمراقبون الهناه السيستام اللي نخدمه به والمنظومة اللي نخدمه به في تلقي الإرساليات القصيرة منذ فتح مكاتب الاقتراع يوم 15 إلى غلقها وإلى تعليق محاضر الجلسات الأكيد أن دور مثل هالمنظمات لا يقل أهمية عن باقي الفاعلين في مثل هذه المواعيد من أجل توفير الأجواء المناسبة لمواصلة نجاح المسار الديمقراطي في تونس الانتخابات الرئاسية بش يتم يوم الأحد 15 سبتمبر بالجمهورية التونسية وأيام 13 و14 و15 سبتمبر 2019 بالخارج من ثمانية متعة صباح للستة متع العشية يلزم الناخب يكون تبت في المكتب اللي بش يقتراع فيه على نجمة 195 نجمة رقم بطاقة تعريف الوطنية تياز ويستظهر ببطاقة التعريف أو جواز السفر في الخلوة يستعمل القلم الموجود ويحط العلامة قدام متراشحة أو متراشح واحد فقط وما ننساوش نخليه الأولوية للكبار في العمر والأشخاص ذوي الإعاقة والحوامل ونتجنبه الدعاية الانتخابية والتعبير عن الانتماء السياسي واستعمال الهاتف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 15 سبتمبر للانتخابات الرئاسية 2019 طيب طبعاً هنحب نحكيه أكثر في الزمانات وفي عملية المراقبة كان نجمه نقوله للسيرورة ولمجريات الانتخاب بالنسبة لليوم سيناسر أنتوما كيفاش بالضبط أتيني عملياً قديش عندكم منعون كيفاش تم توزيحهم على مكتب الاقتراع عملية الرقابة كيفاش بشتم من خلالكم أنتوما اليوم من خلال مرسد شهد صحيح هو مرسد شهد عدنا ألف ملاحظ موجود في كامل الدوير الانتخابية 27 في تونس بمعدل تقريباً ثلاثة ملاحظين عن كل بلدية اللي نعرفه البلدية 350 بلدية موجودين هذوما على أرض الميدان وعادنا 30 منسق جهوي على عدد الدوائر مع تونس 2 ونيبل 2 ومعناها واسفاقس 2 هذوما اللي هما باقين اليوم على أرض الميدان لكن عادنا قاعة عمليات زادة في الشرقية على أساس وعادنا فريق فريق من عشرين ملاحظ اللي هم يتلقوا المكالمات من من طرف الملاحظين والمنسقين الجهويين متاعنا أي وعادنا زادة أعظام عنا بشي حال الوقل بيانات هذه كمصدرها في شكل بلغات ليهي مش تكون دورية معناها حسب تقدم سير العملية الانتخابية به سي ناصر خليني نسألك لأنه من خلال أسألتي ربما نجاوب على برشة أسألة للشارع التونسي للناس اللي قاعدة تتفرج فينا التوا هل الملاحظين ولا المراقبين هذو ما خضعوا لتكوين محلفين يعني شنو اللي خليني أنا كاتونسي اليوم نحس إنه في وجود المراقبين هذو ما نحس إنه فيما الضمانات تحف بالعملية الانتخابية صحيح هم رنبقين يتكونوا نحنا ما نعطوا حتى بادج معناها يحمل صفة ملاحظ كان ما يخضع للتكوين يخضع للتكوين معنا كيفيش بش يلاحظ دوره هو في العملية الانتخابية وزادة جزء منه وفي مسألة مدونة السلوك لأن مدونة السلوك نعتقد أهم حاجة أن مدون سلوك أنه يجب أن يكون محايد يجب أن يكون مستقل يجب أن يكون نازيه يجب أن ينسى أي إديولوجيا وأي فكر وقت ليحملك البادج هذيك لأنه يحمل أمانه يبدأ بروحه يكون محايدة يبدأ بروحه يبدأ بروحه لأنه إذا كان شخص مش يخلط بين السيفتين ينجم يمشي معناها ممثل مترشح ولممثل حزب نحن كمجتمع مدني معناها عادنا زادة التزام يمضي عليها على أساس أي شخص معناه يثبت أنه مكتش محايد نسحب ولولا البطاقة الاعتماد شكرا لك سيناسر الهرابي طبعا أن تباشت وضعنا وتغادرنا تقدم معنا أمن البنيري نمشي ومباشرة تاني يقولوا لي نادوات انتلاق أولى نادوات الصحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفضلوا عملية الاقتراع داخل التراب التونسي ونحب نقول لكم وأنه عنا أربع آلاف وثلاثمائة وستة وعشرين مركز اقتراع فيهم وثلاثم ألف ومية وخمستاشن مكتب اقتراع حلوا جميعا في الساعة ثمينة الصباح بدون أي تأخير يذكر فيهم أربع آلاف وخمسمائة وسبعة وستين رئيس مركز وثمانية الاف وثنينة وثلاثين مساعد رئيس مركز واربعين ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين وعضو مكتب اقتراع العدد الجملي متاع الموظفين الموجودين في هال الاربع آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرين مركز اقتراع هما ثينة وخمسين ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين موظف هذوما المراكز اللي حلوا اليوم ثمانية نتاس صباح عنا مراكز عندهم توقيت استثنائي يحلوا الثمانية نتاس صباح يحلوا العشرة نتاس صباح ويغلقوا أبوابهم لاربعا تلاشية على عكس المكتب العادية اللي تغلق في السادسة مساء المراكز هذية موجودة كمالي عنا في الهيئة الفرعية بالقسرين عنا مية وخمسة مركز اقتراع فيهم مية وسبعة وثلاثين مكتب اقتراع هذوما يحلوا العشرة نتاس صباح الكيف عنا فيها سبعة وربعين مركز فيهم واحدة وخمسين مكتب اقتراع جندوبا عنا فيها ثينة واربعين مركز فيهم واحدة وسبعين مكتب اقتراع سيدي بوزيد عنا فيها ثمانية وعشرين مركز وفيها ستة واربعين مكتب اقتراع قفصة عنا فيها عشرين مركز اقتراع وستة وعشرين مكتب اقتراع يعني المجموعة منتاحهم اليوم اللي حلوا العشرة حتى للاربع منتاح العشرة هما ميتين واثنين واربعين مركز يضموا تلاثمائة وواحدة وثلاثين مكتب اقتراع وموجودين كما كنتوا تشوف كما كنتوا تشوفوا في القسرين والكيف وجندوبة وسيدي بوزيد وقفصة الشيء الإيجابي لنجمه نقوله هو أنه اليوم مية في المئة من المكاتب ذات التوقيت العادي اللي هما كما قلنا تلاثمائة وثلاثمائة و تلاثمائة ومية وخمستاش حلوا ثمانية وصباح بكل المواد الانتخابية وبكل الموظفين الضروريين للمكاتب هذي تعرفوا في العادة ينجم يكون فيما غيابات اليوم أخذنا إحتياتاتنا بش حتينا أعوان إحتيات بشكل وأنه الغيابات هذية تم تدركها صبيحة اليوم قبل الساعة الثامنة الصباح هذية ما لدينا إذا كان فما تساؤلات اتفضلوا بالتساؤل شكونا عنده سؤال تفضل الله طبعاً هذية سي نبيل بافون سي نبيل بافون اللي كان حاضر بنيتنا منذ قليل حاضر بنيتنا وعطانا المعطيات الأولية هذية الندول الأولى اللي جاتنا من من المركز الإعلامي في الأثناء لتحق بنا سي بو بكر بالثابت كاتب عام سابق للهالي العليا المساقلة للانتخابات ألفين واحدة سهل التدقيق أكثر مرحبا بيك ألا وسهلا بيك شكراً مرحبا بيك بكل مشاهدي طيب خلينا نبدأ معاك يظهر لي أنت جيتنا في وقية يسمح وأنه تنجم ترس دلنا خارج مقر تلفزة شنوها الحركية كيفش كانت أو النسق كيفش كان بالنسبة للطرقات بالنسبة إذا كان مشيتشي شفت بعض مراكز الاقتراع وغيره هو الحقيقة نسق نقص يوم أحد بالنسبة للتونسيين أول شيعة عطلة رسمية لكن قرب بعض مراكز الاقتراع وكنت إلى جانب ثلاثة مراكز اقتراع في وسط تونس المدينة اللي مركز اقتراع نهج الهند ثم مركز اقتراع اللي بقرب شرع أصفر في باب الخضرة مدرسة ابتدائية ثم مركز اقتراع في جبل الأحمر حركيا انطلقت أول شيء أهم شيء وأهم تحدي في مثل هذه الحالات بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو فتح مكاتب الاقتراع في التوقيت وهي موجودة في التوقيت بكامل معداتها وأفرادها ومستعدة لاستقبال المقترعين والحركية تنطلق كالعادة مع المسنين واللي عندهم أعمال مبكرة في تونس العاصمة وفي كامفة المدن ونتصور في الأرياف تكون بشكل مخالف لأنها تكون مختلطة لأنه حتى فئات معينة من الشباب يكونوا في وقت مبكر سيبو بكر هو سؤال كلاسيكي ولكن لا نمل من هذا السؤال في مثل هذا اليوم كم يعني لك تونسي أنك تعيش اللحظة هذية أنك تعيش المحطة التاريخية هذية بكل رمزيتها بكل خلفيتها بكل معانيها أول شيء ديما هو يوم مهم وفاصل نقول لش مصيري أيامنا كلها مصيرية لكن يوم مهم وفاصل لأنه هو يوم يعبر عن إرادة كل مواطن ومواطنة في التغيير أي في اختيار من يحكمه في التداول السلمي على السلطة في بناء سلطة دستورية مستقرة محمية بالإرادة الشعبية هذه المعاني الكبرى أي المعاني اللي نعيشوها كمواطنين أنه الناس كانت في فترات سابقة ممنوعة من المشاركة الحرة الواعية ممكن يوم الانتخابات ما يعني له ما يعني لهش حاجة كبيرة كان جزء كبير منه يصبح رقد أي برشا يقاطع الانتخابات برشا عنده عزوف عن الانتخابات يأني أنه يا أمم ممنوع يأمم أيس منها يأمم عندهش بطاقة نخب يأمم ما تعني له شي زاد أي وهذا مهم اليوم خلينا نتوقف عنده في أبو بكر لأنه اليوم مش ككل الانتخابات السابقة مش كالتقاليدنا السابقة في الانتخابات قبل 2011 اليوم للحظة هذه ما نعرفوش الرئيس شكون من بين 26 مترشع اليوم التوين سمشين لصندوق الاقتراع وكل واحد يقول لك نجم نغير نجم نبدل وهذا يجديد هو عنصر هالتشويق كالنجم نقوله بين الظفرين اللي من لا تبوح الانتخابات الرئاسية بكل أسرارها إلى لحظاتها الأخيرة هذا هي حقيقة لأنه الحقيقة معناها منذ مدة خلينا نقوله منذ شهر ونصف التوينسة فاقوا على حالة الفراغ السياسي حالة الفراغ السياسي صعب ملأ وبالتالي اليوم بش حدو خطوة أولى مش الوحيدة لأنه عنا نتصور أنه بش يكون عنا دور ثاني وإذا ما يكونش عنا دور ثاني فإنه كنت نسمع فيكم تتحكوا على 90% إذا ما عناش دور ثاني معنا انتصار صحق لأنه في الديمقراطية فماش انتصار صحق على 90% خمسين فاصل هو خمسين زائد صوت يكفي باش تحسم الأمور يصبح ديمقراطيا انتصار صحق ما نتصورش هذا لكن هذا التوينسة بش حدوه لكن الأهم من ذلك أنه التونسي اللي ما هوش عارف شكور رئيسه غدو صوته هو اللي بش حد وغيابه وهذا الأهم يخلي غيره يصوت ضد رأيه اللي هو ما حابش يعبر عليه وبالتالي حضور كل تونسية وكل تونسي هو حق ما اتعو به الدستور والقانون حق تحميه الإجراءات الانتخابية ولكن تجاه نفسه تجاه عائلته تجاه بلاده تجاه ولاده هو واجب يعبر على رأيه مش مهم برشا بالنسبة للي نقابله كيفاش بش يعبر لكن مهم برشا بالنسبة لي هو وضميره وواجبه أنه يكون حاضر ويصوت بش يصنع مستقبل بلاده خطوة خطوة انتخابات لابنى لابنى المسار والانتخال الديموقراتي يبنى حجيرة حجيرة وإحنا اليوم في 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 إسرار وفي ثبات وفي حماس إن شاء الله حتى نبنيه مع بعضنا طوانسا لكل هوكا إذا كان تلتقطوا في الصورة متاعنا امشيوا اخرجوا تقسم زياني شرع باش تمشيوا وتقوموا بالدور والواجب متاعكم الانتخابي امنى أعطيني فكرة على المراقبين اللي تابعينكم تابعين مراقبون كيف هي عدد دمتاحهم الجملة قداش وين موجودين بالضبط نحن عنا اليوم 3000 مليحة معتمد متتوعين متتوعين معتمدين من هذه العالية المستقلة للانتخابات كما قال سيناس المقبلي كان تم تكوينهم الكل 3000 مليحة يتقسموا إلى 2002 مليحة ثابتين في مراكز الاقتراع اللي تم انتقاؤها حسب عنا نشان تيان نخدمو به نحن كما قال زيدا زميلي في التقرير المقبلي اللي هو الجدول الموازية للأصوات هي عينة تمثيلية تمثل كيفة الدوائر الانتخابية اعتمدناها في 2014 واعتمدناها في 2018 ونعتمدوها اليوم خاطر أثبت اللي هي معنتها منهجية علمية ناجعة ونجمنا بها في السابق اننا نتبعوا كامل اليوم الاقتراع ونعطيه تقديرات قريبة يسر من تقديرات العليا المستقلة الانتخال دعنا نشكسها شوية سيبوا باكل توا شباب في هالعمر هذي شوف محليهم معناها بكل روحة تطوعية بكل محبة كالنجم نقول يعني برشة حاجات أنا كنخزر الامنا دي مساج قويين برشة لحقيقة دي مساج فور يخرجوا يعني 3000 هذوم المراقبين يتطوعوا باش يقعدوا ساعات وساعات مضنية من ساعات الأولى للصباح نتصور حتى قبل ثمانية متاع الصباح إلى حدود لساعة ثانية منهار غدوة لا لشيء إلا باش يخدموا هالبلاد هذية ويخدموا الأجال الجاية أي صحيح هو زيدا مشكل اليومي اقتراع على الملاحظين يتنقلوا يهذوك رهابهم يمشيوا وحتى بات ساعات كان فما صعوبات لوجستية هما يطبعوا وحدهم ومعنطها فما عمل تطوعي عفوا كبير برشا عنا زيدا ملاحدين في الخارج أي معنطها اللي يتنقلوا باش يأمنوا عملية الملاحدة في الدوائر الانتخابية بالخارج تعرف انتي اللي هي عملية صعوبة خطر فما بتاعات تمشي سبعة وثمانية سوية عبش توص المركز الاقتراع بالدوائر الانتخابية بالخارج هو لأحقي خطر فما حس مواطني كبير برشا من 2011 وقاعد يتطور كل في كل محطة انتخابية نروا معنتها فما عبيض عنه من 2011 وعبيض عنه من 2014 ودين ما فما نفس النفس ونفس الحس المواطني الحماس في شكل احتفال المهم وأنه يتجسد أرضا وواقعا من خلال التصويت سيبو بكر خليني نربط بالشباب وامنا من خيرة الشباب هي وزملائها ونربط خاصة بنسبة التصويت اللي نعرف في عام 2014 مثلا الشباب صوت 28 بالميان النسبة متعو السنة يظهر اللي طلعت النسبة هذه في حدود 36 نعرف كنسلح قراءتك ساعة الأولى لنسبة التصويت الشباب السنة ما عنديش قراءة مسبقة لأكيد أنه هي قراءة أولية المؤشر المهم وليما نختلفوش فيه أنه ارتفاع نسبة التسجيل مهمة جدا وبنجمة تغير إجمالية هذي اي برش برش عشياء لا ما هو نسبة التسجيل ما عنديش الرقم لكن الشباب فيها جزء حاج جديد اي فما رغبة جديدة فما نصق جديد ماذا باش ننتظروا باش تأكدوا لأنه التسجيل لا يعني المشاركة في الاقتراع اي باش نستنوا نهاية ما كاتب الاقتراع باش نعرفو الحقيقة لأنه أحيانا التنقل للتسجيل والترغيب في التسجيل وتفسير التسجيل وتسهير التسجيل يسهل الرغبة في المشاركة اي ولكن الرغبة في المشاركة في الاقتراع اليوم مسألة أخرى لأنها مهتمة بمدال اقتناع بالفاعلين السياسيين مدال اقتناع بالمترشحين مدال اقتناع بالبرامج عدد أشياء الأهم من ذلك اللي نجم نقوله وبش نربط بالمسألة الرقابة وملاحظة الحملة انتخابية اللي ثقافة المشاركة وثقافة التطوع موجودة في تونس موجودة المشكلة في اكتشافها وفي تفعيلها وفي خلق الأطر المناسبة للناس باش تنشط وخصوصا في مسألة التطوع في مراقبة الانتخابات وملاحظتها لأنه برشة ناس عندها مشكلة ثقة في الانتخابات لليومرة وشفنا حتى في شبكات التواصل الاجتماعي فمشكون يشكك فمشكون أو يحاول يقلدها في التدليس في استعمال الأقلام في 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 هو بشي بشي نسي بباكر حتى نفاعل معك فما حاجات من النواع هذه عن حسنينية وأخرى بغير حسنينية يعني طبيعا موجود موجود المهم الفعل النوايا حتى نتجاوز هذا النوايا يعلم بهر ساعات يبث فينا الخوف وقصدا حتى ما نمشي وش اللحظة الفرقة هذية نقول أن الانتخابات هذه قبل ما تحميها القوانين قبل ما تحميها الإجراءات قبل ما تحميها هيئة عليا مستقلة الانتخابات يحموها حاشتين المشاركة ووجود ملاحظين ومراقبين مستقلي وممثلي المترشحين يعني كل مكتب الاقتراع موجود فيه ملاحظ أو أكثر موجود فيه مراقب أو أكثر وموجود أو أكثر أي بلغة أخر هذه الناس كل هذه تعس على العملية وأي تجاوز بشترستو فمشكون عنده حق التدخل فمعاش عنده شكون حق لاحتفاظ تحفظ فمعنده شكون حق التدويل الاحتراس في المحاضر وكلها تتنقل للهيئة وبالتالي تنقص الحراسة أي مختلفة تنقص من أي مس بالعملية الانتخابية وتحافظ على النزاة وهذا هو يضمن لنا الشفافية والنزاة والحيادية والثقة والشفافية والشفافية والثقة طيب رجعت لكم لأنه عنه ما نحكي أيضا في الموضوع هذه ولكن خلينا في نقطة خارجية أخرى حتى نتابع مرة أخرى نسق الانتخابات الرئاسية سابقة لأوينها مع زميني مراد الرمضاني مباشرة من القيروان سباح النور صباح صباح الورد والفل والياسمين صباح انتخابات صباح اغتراع اليوم في القيروان أكثر صباح الورد والفل والياسمين اليوم في القيروان أكثر من 331 ألف ناخب يتوجهوا اليوم المراكز الاختراع للأدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس ما بعد ثورة الحرية والكرامة نحن متوجدين اليوم في مركز الانتخابات بمدرسة أولاد فرحان وهو أكبر مركز في ولاية القيروان واحد من 313 مركز متوزعين ومنتشرين على كامل توراب ولاية القيروان بالنسبة للهيئة الفرعية المساقلة للانتخابات كانت قامت البارحة بنقل جميع المعدات الانتخابية عن طريق سيرات الجيش الوطني اليوم الصباح أكيد مصباح بكري شوفنا يعني تواجد أمني في كامل النقاط نجم قوله في كامل المفترقات أيضا في محيط المراكز الاختراع وتواجد للجيش الوطني داخل مكتب عفوا داخل مراكز الاختراع بنسبة النسق الأخباء على الانتخابات كان ضعيف نوعا مهم يعني في الساعات الأولى ثم بداية يرتفع يعني شيئا فاشيا وهذا طبيعي نعرف يعني الناس يوم عطلة اليوم في وسط النهار تخرج الناس بش تمشي وتضلي بالأصوات أمتاحها الحاجة الإيجابية اليوم أنه شوفنا يعني الشباب فئة الشباب يعني فما أقبال من فئة الشباب وهذا شيء إيجابي إن ثمنه والي نقوله اليوم الناس كل ماذا بينا الناس كل تقبل على مركز الاختراع ومكاتب الاختراع بشد بأصواتها لأنه التحول الديموقراطي اليوم في تونس مهم بالنسبة للناس الكل ومهم أنه النجح المصاردي شكرا لك مراد رمضاني زميلي في نقطة خارجية نعود نذكر نحن معكم إلى حدود العاشرة صباحا في أولى البلاتويت التي تقترح عليكم التلفزة التونسية هذا موعد إخباري آخر نقترح عليكم وراجعين حتى نواصل النقاش مع ضيفي تفضلوا